طيب في الحقيقة جماعة يعني الضفن اللي معانا النهاردة طلطوا على الشاشة مميزة جدا جدا وكمان نبرد صوته اللي لسه معانا معانا لحد النهاردة أول ما نسمعه نقول هو ده على طول ما شاء الله يعني موهوب في التلفزيون وكمان كإعلام كبير وقدم مجموعة برامج مختلفة وكبيرة وطبعا كان من أهمهم البرنامج اللي عمل طفرة في التسعينات وهو برنامج أماني وأغاني اللي كان بالنسبة لنا هو المصدر للشباب ولنا كلنا وكمان طبعا كان لي جانب آخر زي ما شوفنا دلوقتي معانا على الهواء برضو العمل السينيمي أو الفني يعني ما شاء الله قدم أعمال مصرحية من القطاع العام والقطاع الخاص وكمان من مصرح الجامعة وبرضو قدم أعمال سينمائية مهمة جدا زي الناصر 56 أحمد زاكي وكمان زوجة رجل مهم وهو في الحقيقة برضو رجل مهم وكمان الأطفال بقى يعني ما شاء الله برضو الموهبة ما وقفتش لحد هنا ما ننسيش الأطفال وكمل على طول ولكن راح لبعيد راح للعالمية راح لشركة والدزني وقدم معاهم ما يقرب من 20 عمل للأطفال وكلهم أعمال يعني فغاية الجمال وأنا عن نفسي يعني بتفرج عليهم ويمكن آخرهم كان توي ستوري طبعا اللي لسه حاصد جايزة الأوسكار والنهاردة منورنا ومشرفنا الإعلاني المتميز جدا أحمد مختار بنرحب بيك معنا النهاردة ومنورنا ده أنا اللي برحب بيك نورنا جدا نورة يا رحمة أستاذ أحمد أنا سعيد سعادة غامراني موجود معي أكبر بحب برنامجكو قوي ربنا يا حليك إن شهادة كبيرة سعيد الموك واستدفتوني وإيه المقدمة جانبا عايزة بس يا أستاذة عايزة بحاجة لك إن فاروق ممكن أول مرة في البرنامج يعمل تقديمة كده يا سلام الله العظيم إحنا للمبصوطين جدا جدا إن حضرتك موجود معنا وإحنا نتعلم منك ومتشوقين جدا جدا إن إحنا نسمع الحدوتة من الأول لحد الوقت مستعد 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 جدا طيب هي الصدفة لعبة دور كبير جدا في حياة حضرتك في الأول قبل ما تدخل عالم التلفزيون احكي لنا بقى صحيح أنا عمري متخيل إن أنا بقى ممثل أو إن أنا بقى مزيع أو الحاجات دي أنا شخص خجول جدا بكست أنا كنت متفوق في الدراسة وأنا صغير بس كنت أكتر حاجة بكرهة إنه يقوموني آرة في الفصل فيحصل بقى عرق بارد ووش يحمر أنا متربي تربية متزمتة فكنت بأخايف جدا ولازلت على فكرة جاءت النهاردة بأتكسف جدا وبأخاف بس بحاول أداري ده وأتشجع آخر حاجة ممكن أتصورها في حياتي إن أعمل كده لما دخلت الجامعة تلعت بمصرح تجارة كنت في تجارة القاهرة فلقيت ثلاثة هم دلوقتي مشهورين كانوا يمثلوا مسرحية حاطين كورسي عمدين عربية وقعدين بمصرحي كوميدي حتنات حاجة بأي تلعت وقتولوا أنا عايزة عمل زيوكو فقالوا زينا إيه وقتولوا هايزة بس الحاجات الدماء خفيفة هلونا جرب يعني هلونا مفعش الكلام ده لازم تروح تدرس وتتعب وانت بسلت أبليكد قلتولوا لا ممثلتش عبليكد فقالوا لي طيب تعالحنا عندنا تدريبات في مسرح الطالعة بيقدمها دكتور نبيل مونيم تعالحنا رايحين هناك تعال معي فروحت بقيت شخص كده مهزب و لطيف يستقبني أيما مين قلتولوا أنا أسمح المختار في كورية تجاه قلت عم تفضل معيك لبس تدريب قلتولوا لأ ما معيش لبس تجاه قلت قويس الجنزلت اللبس ده يلا خش تدخلت وبتدا تدرب تمثيل بلا ما عرفش أي حاجة على الدنيا دي عن العالم ده وبعدين فجأة وانا ماشي في الجامعة قابلت شخص في كورية هندسة عامل فرقة اسمها مجانين المصر قال لي بشكلك لطيف ما تجي تمثل معنا قلت له قلت لأي مصرحة اسمها يا بيه وخبريني الكتب الكبير نجيب سرور وحددي دور البطولة ومتول بطولة ايه أنا عمري ما مسأل تعالي أجرب تعالي تعالي قريت الظاهرين يعجبتهم فدول دور البطولة وأول مرة مسألت في حياتي مسلت على المسرح القومي تخيلي اللي هو الحلم اللي أي حد يحب انه في الآخر فقه يتوج في انه يتمثل مسأل مسأل قومي فالصدفة طبعاً أول ما طلعت على المسرح وكنت ناسي كل الكلام ومرؤوب وخايف وخجور أنا أصلاً وكان كمان المخرج عامل فيها عاملة إنه ينزني أتكلم الجمهور تحت في الصالة فإنه حاجة مرعبة جداً إنه بقى قريب من الجمهور الحمد أنه يعني ما أغماش علي أو حاجة والليلة عدت لكن من يوميها قلت ده اللي أنا عايز أعمله في حياتي أمش عايز أعمل أي حاجة تانية هو ده اللي أنا نفسي عامله يعني دي كانت أحلى صدفة طيب أستاذ أحمد ومن خطوة بقى أنه حضرتك شخص خجول جداً ولكن يعني عاشقت حاجة وهي التمثيل أو المسرح أو الفن بشكل عام لخطوة التلفزيون التلفزيون زمان أنا بحسه يمكن كمان أكتر من دلوقتي كان مرعب يعني ما حدش يقدر يدخلوا بسهولة في عمالقة بيعملوا لك اختبارات 35 عملة بيختبروكي طبعاً لو كنت شفتهم في الأول كنت نسيحة مستحيل أخل فوراً فوراً الحمد لله أنا دخلت الستوديو وصوروني قبل بشوفهم طب حكيرنا بقى أنا قرأت إعلان أنه مطالبين مزعين في التلفزيون قلت لي لأ أبقى مثل بالزبط موسلاتي ممكن نزيع فاروح أتقدم فاختبارات ثلاث اختبارات منهم اختبار الكاميرا ثلاث اختبارات تحريري من أسئلة وكده وحاجات وبعدين عربي انجليزي وبعدين بندخل قدام الكاميرا ده بقى الاختبار الرهيب فأنا دخلت قدام كاميرا وشفت كاميرا في حياتي في التلفزيون دخلت الستوديو فأنا دخلت كاميرا كبيرة جداً وعليها شخص شكله قوي قوي وإضاءة في وشي وقامي مكتب حطين عليه ثلاثة ورقات وصوت بيقول لي خد ورقة من قدامك وقراها أنا مش أعر حاجة كده خلاص بسكت ورقة بالورقة العربية قريت كويس كويس بسكت ورقة بالانجليزي قلت له أي وقت اقراها فأنا ايه PLO في قلت منظمة التحرير الفلسطينية طيب طيب لفلنا مين دول ايه الأصوات دي أحلى حاجة طبعا حصلت إنه المصور اللي أنا كنت مرعوب منه عمل لي كده طمّنك طمّنك طمّني يا سلام حمد لله كده يعني كويس حسنا دخل ستوديو كبير زي الستوديو الجميل بتاعك خمسة وثلاثين واحد وواحدة عقديم تبصوا علي خمسة وثلاثين اه انا معرفهمش كلهم أعرف مثلا أستاذ أجو إبراهيم أعرف أستاذ أحمد سمير اللي احنا بتشوفهم على الشاشة البقيين دول معرفهمش في أول سؤال حضرتك تعرف مين ده؟ تعرف سامي صادق أه أستاذ سامي صادق بتاع تحول الأسرة البيضاء أنا بسمع إذاعة فقال ليه أيوة دي مين؟ قال ليه أيوة رأيس التلفزيون قال ليه أيوة رأيس التلفزيون شكرين قوي وده بقى مش عارفه وكيل وزارة الإعلام هذا جلال معوض وكيل وزارة الإعلام جلال معوض ده؟ تاريخ فظيح في الإعلام شكرا وعد أسألها في التاريخ وفي الاقتصاد وفي مصر بعدين جاءت جزئية ما عارفها فأنا قلت ده أنا اتكسفت دلواقس يا أحمد بطل كذوف لأنك أكسفت هتردوك هتغني فعملت نفسي ده أنا مش مكسوف قلت لهم كويس أن أحدثتك سألتني السؤال ده لأنك وجهتني لأن أنا لازم أقرأ في المجال ده الله فعجبهم جدا عجبتهم الإجابة طيب شكرا وانا خارج لقيت حد يقول شكله لطيف ستة أشهر بقى سافرت بعدها سافرت لندن ستة أشهر بقى بي لا تصلوكش بي قلت أنا أسقلت طبعا كالعادة والموضوع محتاج وصايت وانا ما عديش وقتة غير ربي ده سبحانه وتعالى فخلص سافرت كنت عايزة أكمل دراسة مسرح كان في حاجة دراما سكول كده في لندن وقدمت فيها ودفعت الفلوس فدخلت أول حسرتين وروح مكلمني تعالى بسرعة التلفزيون بعاتلك انت نجحت وقلتهم يعني هسيب الكورس الهدريك احتمال ايوا دي رجعت 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 لقيت وهم ابتدوا فعلا كل الموزعين تريبا توزعوا إلا أنا فهجي احنا مش بيحتاجين رجعت؟ استعنى المخرج وقلتهم طيب فهوحد لطيف قويه اسمه انساني فوضى لسا فكروا بالخير نادني قال ليه يعني ايه انت نجح موزع ام قالي لأ اتروح تقولهم لا انا أريد أشتغل موزع زي ما نجحت فرجعت الثاني لمكتب وقلت المدير انا آسف انا فكرت إنه لا ما ينفعش أنا جاء إلى موزيع فأنا طيب أقعد بقى لغاية لما أجي لك حاجة تعملها مشاكلة قعدت وكانت الأستاذة عايشة البحراوي بتقدم برامج الشباب بأيامها فأخدتني معها كده بلية يعني أتفرج عليها وتقدم وأتعلم يعني شوية فأنا بقى اللي هو أخد على الحاجات دي في المسرح معي البلانكشيتة البلانكشيتة وبكتبها أي حاجة تعملها بكتبها بكتب بتسأل الأسئلة ازاي بتحاول الضيوف ازاي وهي موزيحة جبارة يعني ادي لها مايك يا سلام متدفقة طول الوقت عندها أسئلة طول الوقت عندها موزيع بتصيرها طول الوقت وده كان يعني مدهش بالنسبة لي فتعلمت منها كتير جدا وبعدين جالها هي شغل رحنا كنا سينة بنصور هناك جالها شغلة في القاهرة فقالت لي اعمل ينفع تكمل وقالت لي اكمل ايه انا وعمري ما قالت لي لا لا ما علش ده ببص اعمل اللقاء ده قدامي قعدت تفرجت علي وبدأ بعد وخصر قالت لي الكاتكوت الفصيح يطلع من البيضة يصيح كمل كمل ونتهي رب والمدير والحاجات قالت لي انا هكلم هو بقى في مصر قال لهم لا 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 قال للمخرجين اللي معايا قال لهم ايه اوه ما يطلعش ما يطلعش رجعنا معانا اربع حلقات من سينة لانه كان اسبوع فالمخرجين قالوا ده كويس طب شوفوا لا 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 اركزه فاقول له رئيس التلفزيون واحد لسه طلعوا في اربع حلقات ازاي ولا حلقة واحدة حتى انطلعوا في القاه كده مؤقتا فقالوه طب احنا منتجنا الحلقات و هتفرج اول متفرج على اول حلقة يعني معقول طب ايه لازم نوري رئيس التلفزيون هل تقرر فخد الحلقة و وداها الى رئيس التلفزيون فقالوه اه فاكراه 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 في الامتحاف اعلم وقد كان بقيت موزيف تلفزيون و دي كانت البداية كان برنامج ايه وقتها برنامج اسمه شباب سينة اول حاجة خالص اسبوعين و رح تمقدم اماني واغاني صدق او لا صدق بالصدق بالصدفة برضو اماني واغاني بالصدفة اتغيرت رئيسة القناة الاولى وجدت الستاذة كارستر هيكل السيناريست العظيمة فعايزة بقى تجدد كل دماغ قناة الاولى فراح تعمل اكتماع الموزيفين قولولي افكار فتبعا ولا حد تقول افكار ايه سيناريست عظيم معا ده كل الافكار فقال بصوا انا بفكر اعمل حاجة اسمها اماني واغاني فاكر اعمل حاجة اسمها من غير معاد فاكر اعمل حاجة اسمها من غير معاد وقالت تقول اسماء برامج لكن المحتوى ايه ما قالت ليه ماش طيب اكتبوا بقى انتوا وقرر فقعدنا بقى قدرت الشباب اعمل برامج سمعاني اغاني ايه رأيكم نعمل ايه كانت استاذ مجيدة قطب هي المديرة وكان كان لأ حتى لسه استاذ جمال الشارع ما كانش معانا تبتنا ومدام عائشة بحراوي والاستاذ نهال كمال في القناة في البرامج الشباب اعمل المهمة توصلنا للفكرة دي انه هو هنقول له امنيتك ايه والاغنية لكن المحتوى نفسه احنا عايزين الشباب ينجوم يتحولوا الى نجوم الشباب اللي في الشارع الماشيين العاديين دول نحاولهم ينجوم ودي كانت الفكرة انه ازاي ننجم الناس الماشيين في الشارع طبعا البرنامج حقق نجاح كبير جدا وخاصة انه كانوا كمان يعني بصدفة طالع جيل من المطربين الناس كلهم بيحبوهم ايهاب توفيق مصطفى امر كل الديل ده كان لسه طالع وكانوا ناس في الصوم يتفرجوا عليهم فالاتنين خدموا بعض طب ايه رأي حضرتك كده نسترجع شوية من اماني واغاني يعني نستمتع ونمتع كمان نستدر مشاهدينا نروح نشوف جزء من البرنامج الاشهر اماني واغاني يمكن من احلى الحاجات اللي دلوقتي كنا بنشوفها هي المزيكة وحتى فاروق ان المزيكة في الوقت ده كانت مميزة جدا ولحد دلوقتي لما بنسمعها بنسترجع كده ذكريات طيب انا عايز اسألك سؤال سبب نجاح حضرتك في الوقت ده والصدفة وانا عارفة ان الحظ برضو بيلعب دور كبير بس انا متأكدة ان الحظ ملعبش معك بس في حاجة تانية انا كنت لسه اتخرج من كبه لأ كنت فنان موهوب لأ عشان طول الوقت بيقولوا لنا حتى انا شخصيا بيقولوا ان الفنان اي حتة تحط فيها هي هيتكيئ واكتهات كمان انا كنت باشتغل 18 ساعة في اليوم بقدم اربع حلقات على القناة الاولى وخمس حلقات على القناة الفضائية فهو واحد بيعمل تنسى حلقات في الاسبوع ما باسبش التلفزيون بوصل لساعة 8 الصبح ده انا كاميرا بطلع 9 واعد اشتغل لغاية الظهر وبعد نروح لمنتج الحلقة وفي بعض الحلقات بتمنتج وستتزعف نفس اليوم وخاصة حلقات الثانوية العامة أو كده فطول الوقت شغل الاجتهاد مهم جدا 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 تاني حاجة طبعا الصدفة ان انا سمي شبا كنت قدوهم قد شباب للمصادفهم فكانوا مستريحين وهما بيتكلموا معي فبيقولولي الاسرار بتاعتهم وهما مش مكسوفين من مش رهبة في الموضوع شو اه يعني مش راجل كبير قاعد بيقولهم حاجات فهم حاسين ببعد مسافة فلع كانوا لطاف للغاية وفكرة ان انت تطلع نجمة على شاشة بلدك ده خلاهم يبقوا بيجروا ورانا يعني كده بننزل اه بننزل بالكاميرا انت قومي وغاني حشود من الناس كلها عايزة تطلع في التلفزيون الوقت ده كان بصراحة وقت من ذهب ده عين فعلا الانهاية كلام من ذهب الالعلام الكبير طبعا طبعا اعلام يعني طيب أستاذ أحمد يعني يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي كانت مميزة جدا في برنامج أماني وأغاني كان اللقاءات اللي كانت موجودة وقتها وجديدة بالنسبان لطلاب سنوية عامة ويمكن كان ده برضو حدث بالنسبة للطلبة ان حد ينزي يسجل معهم في وسط الامتحانات ده جوه الامتحان هم يمتحنوا طبعا لو كانش عندنا الصدى ده لو كانش عندنا يعني تاريخ معاهم لطيف كانوا ممكن يتردون انا هتبقى امتحن وانت داخل سعطاني الوقت المستقطع لهم كانوا نطاف قوي معانا فطب عطل شخص قاد بيمتحن ويجاوب وياخد يعني ينسى لقوله في المتحان أنا والله سعب علي قوي في الحلقة دي ده ليه يا ربي ما جاش اي حاجة وانت بتقول لها ولا اي حاجة فكانوا وعملنا ده لمدة سنوات سواء انا والاستاذ جمال الشاعر او استاذة علاء باسيوني او استاذة جميلة اسمعيه فكانوا ناس بيستنونا في الفترة بتاعتنا متحانات السنوات عامة اولا لحنا كنا اول ناس بيعلنوا الاوائل وكنا بروح نصادفهم في مكتب وزير التعليم ساعتها لانهم بينادوهم يقولونهم انتوا الاوائل فاول ما يقولوا لهم نروح احنا مصادفهم كان حاجة لطيفة جدا فيه تفاعل ما بين التلفزيون وما بين الشباب كان كبير جدا وكانت برامج الشباب وبرامج الاطفال في الحقيقة كانت من اهم البرامج في التلفزيون المصر بتربين عليها كلنا اه كلنا فاكرينها يعني كان الموعيد كده معينة بنبقى حافظين هنفتح القناة الاولى انت قناة تانية انت هنتفرج عليك كان الجدوى المعروف وماشينا عليه كلنا سوزه ما دي ممكن الشغل معا يعني مش في استوديو الشغل مع الناس والاحتكاج بالناس بشكل مباشر بيكون فيه مش بس الخبرة ولكن بيكون فيه مواقف المواقف دي اما مواقف كوميديا يا اما مواقف مؤثرة يا اما مواقف بتعلمنا حاجة اكيد حضرتك قابلت كل ده ده حقيق ايب ابرز مواقف انت مش بتنسى الحد في الوقت اطرف مواقف كنت في وسط الناس بيشتغل والناس من كتر مهم بيشدوني اتقطع القميس وانا بشتغل فتحتي تيشيرت فروح تمكمل عادي عادي القميس بقى في ايديهم وانا بكمل شغل عادي بكمل مش مشكلة ايب احمل ايه ده احد مصلا للمواقف مواقف تاني دخلت مدرسة بنات فالجوم الخمس ده من ما بين الحصص فواحدة بس قالت برنامج اهلاني وهغاني هنا هجوب فالفصول كلها نزلت والبنات رو عاملين حلقة حوالي بديهم كده عشان ما تقزيش انا قلت لحضرتك هيجا اصلا اعملوا كده عشان محدش يزيني يارو خلاص لغيت لما المديرات هتنزلت بنات تطلعوا فصولكو وشفاه حضرتك مكشفاك لا اسمي مهم كان تيجي على مكتبي ده احنا مختلفة ها هتفضل اتفضل ايو استاذ احب وطلعتها المكتبة والبنات تطلعوا وفتاها فكانت حاجة يعني طبعا كان في وقع لتلجزيوم مختلف طبعا طبعا عارفة ليه علشان زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا فالناس ما بتقدرش توصل لنجوم ولا قنوات كثير ده كمان قبل ما يبقى فيه فضائيه اه تطلعوا قبل السماوات المفتوحة طبعا بنا كده لما السماوات المفتوحة فتحت طبعا احنا اتأخرنا يعني ما بيناش بنفس القوة دي او التأثير لكن فضلنا يعني نجحين طبعا سيد احمد 8 سنين اماني واغاني وقف خلصوا 8 سنين ايه بقى؟ يا خسارة اسوق شعور في الحياة اوي اوي انا اشتغلت سبعة منهم اخر سنة ما اشتغلتش ليه بقى؟ كان لازم معيش حياتي خاصة يعني 9 حلقات في الاسبوع يعني اكتر من عدد ايام الاسبوع اصلا فمفيش حاجة اسمها اجازة وبين فجأة اكتشفت ان انا وفي نمازج لده موزعين بيتجوزوا بعد الخمسين والحاجات فقلت لا انا اش عمل في نفسي كده مشهورين وهيلين وشكلهم في تلفزيوين عيني بيصعبوا علي رجالة كده محترمين متجوزوش لانهم الشغل خدهم وفاقوا هم في الخمسين انه لازم يعملوا اسرة فقلت لا انا هعمل اسرة ان نجاحوا الشهر حاجة جميلة لكن شكرا هسلم عليهم وودعهم حتى لو كان للابد عشان انا محتاجي اعمل اسرة خطوة جارية اوي خصان بعد الشهرة خصان قابلت انسانة محتربة جدا دايما القلب اللي ما بيدوق ده زيادة محدش بيدا ريسايتر بعد مشاعه فده كان الحال الوحيد ان يوقف ابني وغاني اعمل برنامج تاني بسيط كده كان اسمه مساء الخير حاجة لطيفة كده الضهر ومش كل اسبوع مرة او مرتين في الاسبوع وخلاص واتزوجتي وخلفت وده كان طبعا احلى احلى حاجة في الانجاز في العلم الوحيد دي خلف بنتي الكبيرة فريدة سلم عليها امر وبعد كده طبعا علي وكتفين علي كده وقال اجمل حاجة في العلم وقال اهم يا سلام ليه فريدة وهي طصة وفريدة لما تخرجت من المدرسة ماشاء الله حالك زي ما انت اه ده مصطفى ابن اختي اه لا تهلا ما حدرتك ما تغيرتش قالولي كده ما عرفش ليه شاب ممكن صح هش عمش باخد بالي من موضوع السن صح، مش مركز بعمل نفس الحاجات كنت بعملها وأنا عدي 20 سنة الروح هي اللي تغي أستاذ أحمد في الموضوع فالموضوع معك يعني ما شاء الله يعني زي ما انت شكلا وموضوعا طيب أستاذ أحمد يعني طبعا كان فيه انطلاقة أخرى ونجاح آخر في منطقة مختلفة تماما بقى عن الكاميرات وهي ديزني ورحلتك مع ديزني، ما دقت ازاي؟ صدفة برضو، كالعادة أنا كنت بخرج مصرح ومن زمان قبل حتى ما اشتغل في التلفزيون كنت بخرج بصرح باخد جوائز كمخرج فالناس عارفاني مخرج كويس وجات بالصدفة صديقة ليه مسكت مكتب ديزني في القاهرة أو الحياة في شاق العوسة الأستاذ عائشة سليم، ابنت الكاتب الكبير عبد المعامسين قلت لي احمد ممكن تجي تخرج دبلاش قلت لي ما بفهمش حاجة خالص في موضوع دبلاش قلت لي تبتعل اجرب احنا يسا نبتدي واعدين نشوف عايزين نشوف بقى ايه اللي بيحصل فدخلت بنفس منطق المسرح احنا في المسرح بنقعد نعلم مثلا على الدور ده بالأحمر وده بالأخضر وده بالأصفر وكده عشان لما نفرج على الحاجات نبقى وكده عشان تخرج، ليس عشان تدربش وكده عشان تدربش والناس لطيفة جدا والشغل والشغل مشي عملنا اول حلقة اللي كده مفروض تاخد اربعة ايام خلصة في تلات ايام وكده عشان تفرج يا سلام ده لطيفة قوي اه ده حلو قوي فبي عايزين بقى نعمل أربع حلقات في الأسبوع تمعنا بقى نعمل الحلقة الحلقة فاربعة ايام الى أربع حلقات في الأسبوع ليه؟ عشان في ديدلاين هنسلم الحلقات دي بالتدريجة عشان تدريجة عشان أربعة ساعات في اليوم في الستوديو بس طبعا الحمد لله ده كان كان رزق فريد لانه قبل كده طبعا ما عارفش حضراتكم عارفين ولا لا بس التلفزيون المصري في الأول ما كانش فيه فلوس وانا ما بناخد فلوس قريبا كده بناخد بوكافة كده بقى اخد ستة عشرين جنيه في الحلقة فباكناش بناخد فلوس كويس لما جاء الشغل بتاع الاخراض بتاع ديزني ابتدت اخد فلوس فبتدت بستوانة حتى الاجتماعية تحسن وابتدت واشتغلت بقى عشرة سنين دوبلاج واخر حاجة عملتها توي ستوري فوه واخد اسكر انا عملت نسخة العربية نسخة الاجتماعية بس اطبعا طبعا طبعا استاذ احمد يمكن في البداية مع حضرتك انت قلت انه المصرح المصرح هو اللي شدك المصرح هو اللي اخدك حسيت ان انت عايز تعمل ده او انه حضرتك شغوف ده وبعد كده جاء موضوع التلفزيون صدفة حسيت انه التلفزيون سرقك شوية من المصرح او كامل حتة تانية ممكن حضرتك شغوف براحتك برص يا جماعة ممكن اشياء براحتك خالص انا بحب الكارتون نطلع فصل انا بحب الكارتون جدا على فكرة ممكن نطلع فصل طيب نطلع جماعة لفصل صغير ونرجع تاني طبعا مرعلامي القدير احمد مختار مختار المصرح طبعا من اهم الفنون اللي موجودة لانه فيها كل الفنون يقدر اتفرج على التلفزيون وعلى السينما وعلى الاستعراض وعلى الدكور وعلى العمارة على كل الفنون تقريبا رأس كله موجود على خشبة المصر فهو بيلم كل الفنون السبع فنون اللي موجودة لغاية النهار دي فهو فن محتاج طاقة جامدة ومحتاج ابداع كبير ومحتاج تفرخ لانه ملوش شريك اوي وخاصة مثلا من الساعة سبعة للساعة عشرة واللاحظة عشر لازم الواحد يبقى في الفترة دي مخصص الوقت الى المصر انا دلوقتي بخرج مصرحية في مصرح الشباب مصرح الشباب كان عامل حاجة اسمها ابدع حلمك كورشة كده لطيفة خرجت دفعتين والدفعة الثالثة هلتخرج وانا بخرج لهم مصرحية من تعليف دكتور ياسر علام عن المجانين عن ايه؟ المجانين المجانين اه كل اللي على المصرح مجانين بشكل كوميدي طبعا بس حلو حلو الفكرة لطيفة واكتشفت طبعا انا بنقعد نعمل بقى ابحاث ونشوف الشخصيات عاملة ازاي وكده اكتشفت انه يعني كلنا طبعا بدرجات متفاوتة فينا حتة مجانين عندنا حتة كده بايزة طبعا اه بدرجات متفاوتة انما اللي طبعا بيستمروا في الحكاية دي كتير هم اللي بيدخل المستشفى يتجنين وفكرة اه لكن غير كده كده كلنا عندنا حتة مزا طبيعية انا بالله انا شايف ان ده طبيعي لأي حد يعني عنده الموابة الداخلية المدفونة جواه لما تنفاجر ما بيبقاش ما حدش معرف يوقفه هو بينطلب فالناس بتقول عليه ان هو بيتلبس خلينا نقول مش طبيعي وضغوط الحياة يعني كمية الضغوط اللي واحد بتعرض لها طول الوقت تمام وفكرة التصابق عن نجاح والتصابق انك تبقى في مركز كويس وفي مرتبة متبيزة كل ده بيعملك يعني بحالة من حالات الجنون في التصابق طيب حضرتك ممثل وحضرتك فنان غير اعلامي كبير طبعا نرجع بقى عايزة ارجع بقى شوية للدبلاج وحضرتك بتخرج اكيد فيه كده حيطة عايزة ادخل اجرب صح انا بعمل زي الفرينش كوك بعمل زي الفرينش كوك كل فيلم باطلع في كاركتر صغير هايوه والله عزيزة انا حدش قال لي بعمل كده فعل بس انا احسيت جدا يعني لو شفتي نيمو فيه كده كابوريتين بيتخنوا انا كابوريتين لو في مثلا شركة المرعبين محدودة فيه رجال الامن ثمان رجال الامن انا ثمان رجال الامن دور يعني دايما هتلاقوني موجود في الافلاق موجود فيه تاتش انا مش هيخد دور دور كبير لكن هتلع في فيلم التاعي انا حر بتاعي الزي فيلم بتاعي لازم اطلع فيه فبعمل كده باورد عشان اخذ ممكن تعملين اي صوت اي صوت اي صوت ايوه اي رأيكم مثلا نبقى نبقى ايه ممكن نبقى فراخ او نبقى اطط او نبقى كلاب اطط 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 واحنا كلاب اطط 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 فاروق. انا بحبك يا فاروق اخصى عليك. انا كمان بحبك. نورة ابعادي عن الاكل بتاعي انا بقولك اهو. ابعادي عندي. مش عايز حد يقرب من الاكل بتاعي ولا يقرب ناحية البيت بتاعي. انت واحدش يا فاروق انا انا كلمان واحدش في بيت واحد. اعطيناكم برها. انا برجوا كده اصلا. ما هذا با هي الجناد الطبيعي بتاعنا. اللي بطلع الواحد بروح الطبيعية. حاجة رصيفة يا رصيفة. طب استاذ احمد يعني ما شاء الله من من الاعلام وبرده من الفن وقابل فنول المسرح. الجزء بقل يا ا Ruby يا مرده المهم جدا في حياتك والسينما. واشتغلت كمان مع العملاق الكبير الراحل أحمد زاكي في ناصر ستة وخمسين وكمان زوجة رجل مهم كلمنا عن البداية بدأت ازاي؟ بالصدفة برضو احنا عرفنا كبه تنخص أستاذ محمد خان المخرج الكبير جاء شافني على المصر حكيت بعمل شخصية اسمها ألن مجنون برضو معرفش ايه ده شخص مريض نفسي فجأة انتابوا حالة من الخبلان وطعن الحصنة في السطبل فاخدوه كده وادوه للمستشفى كان عنده 18 سنة الطفل ده والمراهق فانا عقبت وانا كنت عندي مثلا 21 حالة وانا بالعب للشخصية فبساة انا تخلين اعجلت فارق كده بقالي انا محمد خان وطبعا طبعا فقالي بعمل فيلم جديد وعايزك تجي تشتغل فيه فجأة ايفون تعالى في بروفا رحت لقيت أستاذ أحمد زاكي قاعد وبيدوني الورقة طبعا الورقة بيعملت محظوظ 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 انا حقرة قدام احمد زاكي انا عايز اقول لكم هو شخصية لطيفة الله يرحم محظوظ ومريح جدا في العمل وهو كل اللي يعنيه ان نعمل شغل كويس مع بعض فهو بيساعدك انك تعملي شغل كويس عشان ان اعمل وهو طبعا عايز يعمل شغل كويس اكيد فطول الوقت مهتم جدا باللي بيحصل تفاصيل كلها اوي 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 وطبعا مع محمد خان يعني يعني فيه شوت كده في الفيلم اه ده جزء من الفيلم اللي هو بنكتشف ان الناس اللي اوضنا عليهم هم مباحث معانا فيه شوت تاني هو بيعترض على طريقتي في التحقيق المشهد مكتوب صفحة ونص وستاذ محمد خانا عامله 18 لقطة حاجة ساحرة بيحول السيناريو الحاجة وهو بيشوف سينيما وطبعا ده محتاج ممثل يعرف انه يحافظ على احساسه لانه كل شوية بيتقطع بيقول جملة هنا وبعدين زاوية الكاميرا تختلف والاضاءة تختلف ويقول جملة تانية تفاصيل بيهتم بها جدا جدا طبعا استاذ احمد زاكي خبرة كبيرة ان انا بقى اعرف اصبط بقى معاه دي كانت مشكلة بس الحمدلله في الاخر تلع شغل محترم طيب ايه رأي حضرتك نروح نشوف كده هتة صغنانة من فيلم الناصر 56 ونرجع تاني اوكي يلا بينا افلام المحببة جدا بالنسبالي شخصيا وكمان من افلام اللي لقت نجح كبير جدا الناصر 56 طبعا للفنان الكبير الراحل احمد زاكي هريك قلتلي استاذ احمد من شوية ان البدلة اللي كانت موجودة من شوية دي كانت بدلة الوالد ايوه ايوه احمد ليه طيب انا عايز اعمل حاجة في الخمسينية الموضوع كدهش لبس الموضوع برضو صدفة يعني صدفة محسوبة استاذ محمد فاضل بيعمل فيلم عن جمال عبد الناصر وانا شكلي قريب من واحد من مجدس قط الصورة فقالي تعالى فيلم مبيض وسود بعد اربعين سنة كل الافلام ولو انا فجأة فيلم مبيض وسود فحاجة مغرية جدا اي حد يحب انه يمثل فيها وبقال مع احمد فاضل ومع احمد زاكي يعني مش معقول لو شفته احمد زاكي تحول الى شكل هو الرئيس هو مش كده مع انه في الطبيعة ما يشبهلوش خالص خالص وبعدين لما لعب السادات هو السادات برضو ازاي يعني تعمل كده بيعمل كده ازاي بقمص الرهيب طيب انا بقى اطلوب مني ان انا روح عندي ثلاث بيدا لحلبسهم وكذا فروحت الايد فيه بدلة شكلها خمسيناتي واشترتها اللي هي دي طيب البدلة بقى الفتحة التانية باب اه دولة بابويا وخلاص صعب لقى استاذ احمد حضرتك عندك مسيرة طويلة جدا ومواهب كتير جدا يعني تكلمنا عن المسرح وتكلمنا عن التلفزيون وتكلمنا عن الدبلاج وتكلمنا عن الاخراج كلها حاجات ما شاء الله كتيرة ومهمة فيه سؤال سخيف عادة كده الناس بتسأله اللي هو ايهما مفضل لحضرتك الاقرب ودايما بيتمع الاجابة اللي هو افضل كلهم اولادي انا مش هادل حضرتك السؤال ده يعني اكيد كده كل حد مننا فيه حاجة وهو بيعملها عيني بتلمى مسرح يعني شغفه في الحياة وانا بمثل على خشبة المسرح بحس اني عايش شكرا غير كده بيبقى عيش اقل شوية شكرا طب برضو سؤال تاني ماذا اعلى لا احلى بقى مش اقول احلى مش اولا وانا يتنافس اه اه طب اعلي على بعه اعلي اعلي اكتها وزيعا انا طب ساة ازامل دايما الواحد يقول ايه صاحب بالين كذاب صح ودايما الواحد لو مشغول ب اكتر من حاجة اكيد طبعا هيقلف الحاجة اللي هو داخلها دي شايف ان دي مقولة غلط غلط تماما لان احنا ده معناه ان احنا صفحة بيضة مش مكتوب عليها حاجة بالظبط في اي حاجة تكتب خلاص لوست الصفحة لا مش حقيق احنا تركبتنا كبان يقدمين وقدرتنا على التكيف والتغيير والتفوق والمنافسة كبيرة جدا فما ينفعش يعني ان واحد يبقى انا متخصص بس في هندسة العمارة دي هو مهندس معماري يعني كل العمارة بالنسبة له مهمة فانا بعمل فن فكل الفنون بالنسبة لي مهمة فانا حتى برسم ساعات بكتب لا امتلك ارضى صوت غنائي ربنا انا غنيت على المسرة بس صوتي رهيب امتلك صوت غنائي بس يبقى دي يعني لما يجيلي حاجة غصبا عني بقى مضطر اعملها لكن لكن بانسحش الناس ابدا نوم يسمعوني موهبة مع الدراسة او مع التعلم مع التعلم انت بتتعلم طبعا لازم تتعلم لازم تتعلم لو انت حتمثل بتتعلم غنى لانه تدريبات الصوت بالنسبة للموثل هي التدريبات المغنى هي نفس التدريبات فبتعلم صولفاج فبيبقى ودنك تتزبط وصودك تتزبط وكل حاجة نوع بقى الصوت ده موضوع تاني يعني صوتي كويس في الكلام وحش قوي في الهونة قوي رديق يعني نورتنا جدا والله يا سيدا سيدا يعني مش عارفين اقول لك بس حضرتك نورتنا جدا اتبسطنا مع حضرتك جدا ويعني كل الكلام اللي ممكن نقوله هيكون كلام قليل على حضرتك جدا اكيد وحش ناس كتير قوي ان هما يشوفوا حضرتك احنا تعلمنا كتير سواء على المستوى المهني او حتى مع عدتنا مع حضرتك على المستوى الشخصي نورتنا جدا 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 وبنشكرك سيدا انا الموصول جدا 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 وانا بحبكم ربنا حتى مالا ان الجهور يكون قدى معنا وقت نطيف ومفيد وان شاء الله نتقابل سواء برا الشاشة او على الشاشة نورتنا جدا سيدا سيدا شكرا جدا جزء حضرتك شكرا جدا باي باي لون شكرا جزء كده خلصت حلقتنا من اين بوكس الحقيقة كانت حلقة النهاردة مختلفة وكانت حلقة مميزة وحلقة مهمة جدا نشوفكم ان شاء الله بكرة على خير وحلقة حلوة باي باي